بعد إعلان الحكومة اكتشاف بئر غاز جديد في حقل الريشة شرقية المملكة استطلعت كاميرا رؤية أراء مواطنين اعتبروا أن هذا الإعلان قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض حجم وكلف الاستيراد فيما تساءل خبير اقتصادي عن فرص استغناء الحكومة عن اتفاقية الغاز مع الاحتلال مثار الجدل في الأوساط الشعبية بعد اكتشاف البئر الجديدة نتابع نحن نستهلك كما قلنا يوميا لإنتاج الطاقة الكهربائية حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لكن مع ذلك الزيادة السنوية في استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بين 5 إلى 6% ما يعني أننا سنكون بحاجة إلى مزيد من كميات الغاز الإضافية عندما يصل حتى إنتاجنا إلى 50 مليون طن في جميع الأحوال نأمل أن يتم تطوير حقل الريشي وحقل حمزي وغيرها من الحقول وأن يكون هناك إنتاجا يساهم بتخفيض كلفة استيراد الغاز وبالذات فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل التي يفترض أن نستخدم هذه الاكتشافات إما لتقليل مفاعلها أو على الأقل للتفاوض بشأن التوقف عن التعاون معها في مراحل قادمة يعني أخفض منطقة بالعالم شو تتوقع إذا جوارك هون في وجوارك هون في وجوارك هون في وجوارك هون في وهي أخفض منطقة إذا تكون يعني علمياً دراسياً 100% عبارة عن بحر نفط ما راح يستفيد منه إحنا هون في الأردن راح يكون لسه بدنا نستورد من برا في إننا عيش يسمى الطاقة متجددة يجب علينا هذا الشي اللي إحنا نجدد عليه وليس النفط بعد ما الناس وصلت لمرحلة عن جد بدها تخلص موضوع النفط شركات نفطها تسكر ولكن هذا الشي لا يمنع إنه إحنا النفط بحاجة إله الحكومة قررت أو صممت على أن تضع كل إمكانياتها لإخراج هذا البترول ولإخراج الغاز اللي قبناه شوفناه قبل يومين واستبشرنا بمنظره